أهلا بكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع في درس مهارة الإملاء مراجعة ما سبق أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يطبق معارفه الإملائية بشكل صحيح يكتب ما يملأ عليه كتابة صحيحة أحباء الطلبة سنراجع اليوم المهارات الإملائية الآتية أولا الحركات القصيرة والحركات الطويلة ثانيا التنوين ثالثا الألف الملفوظة غير المكتوبة رابعا الهاء والتاء المربوطة هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ إذن سيكون درسنا لهذا اليوم مراجعة ما سبق تعلمه درسنا يا أبنائي الحركات القصيرة والحركات الطويلة وذكرنا أن الحركات القصيرة هي الفتحة الضم الكسرة أما الحركات الطويلة فهي حروف المد الثلاث الألف الواو الياء مثل نخلة نافذة نجوم نجوم نور نداء نيران واتفقنا أن تغيير الحركات القصيرة إلى حركات طويلة أو العكس يؤدي إلى تغيير معنى الكلمة وتحويلها إلى كلمة جديدة مثل كتب كاتب بارك الله فيكم والآن لننتقل إلى الكتاب المدرسي للإجابة عن السؤال الأول اختر الكلمة الصحيحة من بين القوسين لملء الفراغ فيما يأتي ألف فراغ الإبداع على الموهبة والتدريب فكروا يا أذكياء ما الكلمة المناسبة لإكمال الفراغ يقوم أم يقوم أحسنتم الإجابة الصحيحة هي يقوم الإبداع على الموهبة والتدريب با فراغ دروسي قبل موعد الإختبار جيدا ما الكلمة الصحيحة المناسبة للجملة هنا ذاكرت أم ذكرت ممتاز ذاكرت دروسي قبل موعد الإختبار جيدا والآن أكملوا يا أبناء الحل بمفردكم ثم تأكدوا من صحة إجاباتكم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم ننتقل يا أحبائي إلى مهارة الهاء والتاء المربوطة ذكرنا بأن التاء المربوطة تلفظ هاء عند الوقف مثل مثل ساحة وتلفظ تاءا عند الوقف مثل ساحة المدرسة وعرفنا بأن الهاء في نهاية الكلمة تلفظ هاء عند الوقف مثل إله كما تلفظها أن عند الوصل أيضا مثل إله الكون أروني إبداعاتكم في حل السؤال الثاني أكمل الفراغات في الجمل الآتية بكلمات مناسبة تنتهي بتاء مربوطة أو هاء ما المطلوب من السؤال؟ أحسنتم إكمال الفراغات بكلمات مناسبة لكن لا بد أن تنتهي بماذا؟ رائع بتاء مربوطة أو هاء ألف تهتم فراغ بالطالبات حتى يصبحن مبدعات حسنا من التي تهتم بالطالبات؟ ممتاز المعلمة وهل انتهت هذه الكلمة بتاء مربوطة أم هاء؟ أحسنتم انتهت بتاء مربوطة هيا لنقرأ الكلمة وصلا تهتم المعلمة بالطالبات حتى يصبحن مبدعات هل سمعتم صوت التاء في نهاية الكلمة عند وصلها بما بعدها من الكلام؟ أحسنتم بارك الله فيكم با رسمت ليلى لوحة فراغ اللوحة الأصلية ما الكلمة المناسبة لإكمال الفراغ يا ترى؟ أحسنتم تشبه وهل انتهت هذه الكلمة بتاء مربوطة أم هاء؟ ممتاز انتهت بها حسنا لنقرأ الكلمة وصلا رسمت ليلى لوحة تشبه اللوحة الأصلية هل سمعتم صوت الهاء في نهاية الكلمة عند وصلها بما بعدها من الكلام؟ أحسنتم يا أبطال جيم يواضب علي على فراغ جدته وإكرامها هل عرفتم الكلمة المناسبة للجملة؟ ممتاز يواضب علي على زيارة جدته وإكرامها وهذه الكلمة انتهت أيضا بتاء مربوطة أبدعتم يا أبطال بارك الله فيكم ننطلق الآن إلى مهارة إملائية أخرى وهي الألف الملفوظة غير المكتوبة هل تذكرونها؟ حسنا لنقرأ معا هذا المثال يا أحبائي استعد أحمد للاختبارات جيدة لذلك استحق هذا التفوق ما الكلمات التي تحتوي آليفا تلفظ ولا تكتب في هذه الجملة؟ أحسنتم لذلك هنا لم تكتب الآلف بعد حرف الذال على الرغم من النطق بها وكذا كلمة هذا حذفت الألف من هاء التنبيه الداخلة على اسم الإشارة إذن تحذف الألف في بعض الكلمات كتابة لا نطقا مثل ذلك كذلك الله 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 رحمن هذان هؤلاء هؤلاء هذا هذه هذه أنت لكن الله إله بارك الله فيكم يا أبطال لنرى ما المطلوب منا في هذا السؤال املأ الفراغات في الفقرة الآتية بكلمات تحتوي ألفا ملفوظة غير مكتوبة تناسب المعنى حاولوا يا أعزائي قراءة الفقرة التي أمامكم ثم إكمال الفراغات بكلمات مناسبة تحتوي ألفا ملفوظة غير مكتوبة أنا متأكدة أنكم تستطيعون حلها بسهولة هل انتهيتم؟ هيا لنقرأ الفقرة إن الاجتهاد في الحياة مطلوب ولكن الأخلاق أهم منه فلو قرأنا سير العظماء في هذا العصر والعصور السابقة لوجدنا هؤلاء جميعا اشتهروا بأخلاقهم قبل ذكائهم فلنحرص على التحلي بالأخلاق الكريمة ولنجعل منها وسيلة لطلب العلم والتميز أحسنتم الإجابة فجميع الكلمات مناسبة للمعنى وتحتوي ألفا ملفوظة غير مكتوبة ففي هذه الكلمة حذفت الألف الواقعة بعد اللام وفي أسماء الإشارة هذا وهؤلاء حذفت الألف الواقعة بعدها التنبيه بارك الله فيكم المهارة التالية يا أحبائي هي التنوين وكما تعلمنا سابقا فالتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر لإسم نطقا لا كتابة وذكرنا أن التنوين ثلاثة أنواع النوع الأول تنوين الفتح وكما اتفقنا تضاف بعد تنوين الفتح ألف مثل دفترا أما إذا انتهى الاسم بتائم مربوطة أو همزة مسبوقة بألف فلا تضاف ألف إليه مثل حقيبة وسماء النوع الثاني تنوين الضم مثل دفتر وحقيبة هيا لنطبق ذلك في حل السؤال الرابع نون الكلمات الآتية بأنواع التنوين الثلاثة حسنا كلمة فرشا مع تنوين الضم تصبح ماذا؟ أحسنتم فرشاة ومع تنوين الكاسر تصبح فرشاة أما مع تنوين الفتح فتصبح فرشاة وكما ذكرنا في تنوين الفتح إذا انتهى الاسم بتائم مربوطة لا تضاف ألف إليه والآن دورك يا بطل أكمل حل السؤال بمفردك ثم تأكد من صحة إجابتك أحسنتم بارك الله فيكم والآن عزيز الطالب أوقف مشاهدة الفيديو وأحضر دفترك وقلمك سأملي عليك أربع كلمات لتكتبها بنفسك بطريقة صحيحة هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ كريما كريما حزين حزين مسابقة مسابقة إله إله هل انتهيتم؟ حسنا سأعرض عليكم الكلمات لتتأكدوا من كتابتها بطريقة صحيحة رائع يا أبطال كتابة صحيحة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نلقاكم بخير يا أحبائي في الحصص القادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر